سلام عليكم ورحمة الله. نتحدث الآن عن بعض المقييس والاختبارات الخاصة بتشخيص التواح. في طبعا عدد من الاختبارات المنتشرة حاليا في الوطن العربي. واحنا بنبدأ باول مقياس او اختبار خاص بالتواح الواقع قائمة السلوك التواحدي. وده ظهرت في سنة الف تسعمائة وتمانين. زي ما انا قلت ده كان يعني الوقت الفعلي ده انتشار مصطلح التواحل ومعافة التواحل في سنة الف تسعمائة وتمانين وما بعده. طيب قائمة السلوك التواحدي ده بتضم يعني اه ابعاد مختلفة لتشخيص التواحل. منها الاحساس العلاقات استخدام الجسم والاشياء اللغة والمساعدة الزاتية. الخامس عبعات دولة هما اللي بيشكلوا من مقياس. جميل? ايه هما? عبارات بت 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 بتسأل عن الاحساس بالنسبة للاطفال التواحديين. العلاقات بالاخرين. استخدام الجسم والاشياء اللغة الخاصة به والمساعدة الزاتية. تاني قائمة او تاني مقياس خاص به اه تشخيص التواحد وهو الصورة العربية من مقياس تقدير التواحد التفولي. وده من الموضوعات المهمة وبيطلق عليه كارز. وهو من اشهر الموضوعات الخاصة بالتواحد اسمه كارز ده من الاختبارات او من المقاييس المشروع بالنسبة للتواحد. طيب. المقياس ده بيعتمد على ايه? المقياس ده بيعتمد على مجالات متعددة. منها الانتماء للناس. التقرير والمحاكاة. الاستماع. الاستجابات الحسية. الخوف. الالأ. التواصل اللفظي. كمان التواصل غير اللفظي. مستوى النشاط. القدرات العقلية والانطبعات العامة. كل هذه الابعاد بتشكل هذا ايه? اه اه اختبار او المقياس. ومن من اشهر المقاييس الخاصة ب اه تشخيص التواحد طيب. عندنا كمان رقم ثلاثة القائمة التشخيصية للاطفال المضطربين في السلوك. بعده بيكون بتشخيص التوحد. وهو بيقسم التوحد الى ثلاث فئات. التوحد الكلاسيكي. والتوحد بس كده بدون اي اضافة. والصفات التوحدية عامل لكل واحدة منهم يعني درجات خاصة ايه بيه? اخر مقياس عندنا خاص بتشخيص التوحد هو مقياس جليام. وده من المقاييس برضي اللي بدأت تنتشر في اه الوطن العرب حديثا في حوالي سنة الفين وخمسة. بعد ترجمته من اللغة الانجليزية. اه طيب عندنا المقياس جليام بيقسم اه يعني تشخيص التوحد الى اه اي اربع مقاييس فرعي. المقياس الفرعي الاول هو خاص بالسلوكيات النمطية جليام. اه اتنين كمان التواصل. تلاتة التفاعل الاجتماعي واربعة للطوابات النمائية. وده بيحدد تشخيص التوحد في الاربع فئات دولة سلوكيات نمطية تواصل التفاعل اجتماعي والطوابات اه نمائية.